نصيحة اللي كان بغير نخرج بها من هاد اللقاء انه تعفن دي الأدو الوسطى كي يجير عند الأطفال بزاف ولكن فوق ما جاء بواحد الكيفية مستمرة خلسنا ولابدأ نحاولو نشوفو علاش كين هذك الاستمرار في التعفن بعد المرات يجلقى وجلود بعد المرات يجلقى إحلاقهم كبار فهما هذك يقدروا يعطيه واحد تعفونات مستمرة اللي الى داوينهم كان حلوا المشكلة بصيفة نهائية وكان تفاداوا المشاكل اللي يقدرون نوصلوا لهم بحل تسوس دي الأدن بالنسبة للنصيحة الثانية اللي هي تسوس دي الأدن الإنسان اللي عنده نقص في السمع مع سيلان يعني تقيح مزمن في الأدن وخما عندهش الحريق فهذا غير ذا ماشي وخما لو فتنه ما كينش الحريق ماشي يعني أنه ما كينش حاجة خطيرة بالعكس التسوس دي الأدن كتعطي تعفن وكتعطي سيلان بدون حريق وهذه مهمة بزاف للإنسان يردل معه البال وإلا كانت خاصة يدر تشخيص العلاج كين هو العملية الجراحية اللي كتحيد التسوس وكتخلي الأمور ما تزيد اتفاقا فما حدنا كان تعطلوا وما حدنا كان وصلوا في المشاكل الكبيرة بعد المرات كتوصلت المشاكل في الدماغ الله يحفظ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والشراك بقناة شدا تيفي مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شدا تحل المشاهدة شدا أول قناة فنية بالمغرب